انزل ليه لعب طيب؟ يعني لو نزلت العيب هنشوف بقى الكوالس بتاع الناس بتاع الزمان الحلوة دي أنا بصراحة يعني هتكلم معاك شوية بقلب مفتوح لأن محتاجين إن إحنا نقف مع نفسينا ونراجع نفسينا شوية بعد يا مشي كروش كنت بقى أقول للعيب في المدربين إن طرق لعبهم الدفاعية أو الشكل أو ستايل اللعب الدفاعي بتاعهم نخلي أداء منتخب مصر كده بعد النهاردة لا في مشكلة في لعيبة منتخب مصر مشكلة كبيرة جدا أنا بسمع في كل حتة إن دعا بتكلم في 30 مليون و50 مليون و20 مليون وفي الآخر محصلة مش محصلة مش طبيعية بالنسبة لأسماء والأرقام اللي بتتقال عندنا عندنا شكلنا كان وحش أول النهاردة أحسن ما في المباراة 3 بنت عزر جداً الكابتن أهب جلال أيوة عزر جداً 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 الناس من يقول 45 دي أكرب ينتقدوه يعني الله يكون فعونه الحاجة الوحيدة العتابي على الكابتن أهب بالنسبة لنا كطري السيد حاجة واحدة بس هو الكابتن أهب معاودنا أنه هو عنده طريق لعب 4-2-3-1 وما بيغيرهاش وبيقدي بها بشكل كويس جداً وبيعمل بها شكل هجومي ليس تمر في لعب طريق 4-3-3 ده العتاب الوحيد اللي ليه عند الكابتن أهب في المؤتمر الصحفي أن أنا حبيت أمشي على اللعبة كيتحافظها الفترة اللي فايت مع كلوس كروش ما غيرش فجأة وقال كده كده التغيير هي بالتدريج برضو برضو أمر مقنع مفيش مشكلة بالنسبة لي إنما كنت أتمنى أن هو خاصة كمان أن الأندية الكبيرة في مصر أهل وزمالك الزمالك بيلعب 4-2-3-1 الأهل بيلعب 4-3-3 أو 3-4-3 بيغير كتير طريق اللعب من ماتش الماتش عنده مرونة إنه هو الرجل عنده استعداد يلعب طريقتين في الجيم ما عندهش مشكلة خالص لعب المصري أصلا طول عمره متعود على الطريق الأربعة 2-3-1 في الفترة الأخيرة طرق اللعب تغيرت دلوقتي وبقى أسلوب اللعبة 4-3-3 ده بقى هو المنتشر وفيه ناس كتير بتلعب 3-4-3 برضو بقت الأمور متاحة لكل مدير فني إنما في الأول وفي الآخر لأ أنا زعلان جدا من لعبة منتخب مصر من شكل الأداء من طريق تحركاتهم من طريق أداءهم في الملعب عجبني جدا كلامك في البرومو في الانترو في الانترو قلت كلمتين مهمين جدا قلت محمد صلاح يا جماعة محمد صلاح من السوبرمان أنا وصفته كابتن ماجد من السوبرمان مش هيعمل كل حاجة محمد صلاح بيتخدم عليه مطالب الناس هنا إن إحنا محمد صلاح هو اللي يخدم على المنتخب مصر ده فين الكلام ده؟ جماعة زور الراجل الراجل بيلعب في ليفربول كوالاتي مختلف 180 درجة صح أسطوب لعبة مختلف لعبة عالية جدا في الإمكانيات هنقارن محمد صلاح بتاع ليفربول ومحمد صلاح بتاع مصر طب حطوا لعبة ليفربول معاها هنا عشان تقرنون دي الجملة اللي ممكن الناس كلها هتقولها مثلا أنا عايزة أسمع من الكابتن طريق السيد الموديل الفني بقى لو أنت فنيا معاك منتخب مصر ومعاك محمد صلاح إزاي تخدنا يعني عايزين نشرح الناس فنيا هما الناس في ليفربول بيعملوا إيه عشان محمد صلاح يتحط دايما في موقف قدام الجول مش موقف إنه أربع حواليه ويقعد هو يتصرف أو حاول يتصرف معه دي برضو تاني أرجع أقولك حط لعبة ليفربول معاها هنا في منتخب مصر عشان ليه هنا في منتخب مصر محمد صلاح بيتمسك لأنه هو الأقوى والأفضل في ليفربول في أكتر من لعيب بيقدر يعمل الفارق مع محمد صلاح فأوردي حتى لو هما مسكين محمد صلاح ما بيبقاش بثلاثة أو اثنين مسكين ولا بيبقى بيبقى واحد وواحد على واحد محمد صلاح بيعرف يتصرف بيعرف يعمل الفارق إنما لما يبقى اثنين وثلاثة عليه في الجيم وانت النهاردة قلت في الانترو برضو حاجة مهمة قلت النهاردة مسكين وبثلاثة طب بقيت لعيبة فين ليه ما بيحاولوش يعملوا نفسهم هم حلول محمد صلاح خلاص ممسوك بثلاثة خلاص أنا بتدأ نعمل لنفس حلول في الجيم وبقى عندي فرصة وبقى الخصم كمان عنده النقصان في العالم الله ينور عليك فدي برضو حاجة انت فنية قلتها وبتتكلم فيها فنية كويس جدا طب إحنا إحنا كلعيب الكورة لازم نركز أنا اسم محمد صلاح مرعب بالنسبة للفرق فأورادي بممسوك بواحد واثنين فأورادي فيه حد عندنا فاضي فيه حد ما نركز برضو عند محمد صلاح مش كله كورة هندهاله وهو ممسوك باثنين تلاتة ومطالب ان هو يبقى السوبرمان يبقى كابتن ماجد زي ما انت بتقول لا مش منطقي خالص ده فيه كورة أفشا النهاردة عمل فرق لما نزل بصراحة أنا عشان أنا هقول الجملة دي عشان الناس بسكتش نقى منطقة أفشا بس هو كان كل عيبي منطقة ماس بعمل كده مش النهاردة بس في كل ممباريات أفشا جاي من النص المناب من عنده حدود مسر ان هو يبص بص على محمد صلاح مسر ان هو يحبط الراجل خطفها منه بسهولة قوي ليه عشان هو توقع ان زاوية أفشا هتبقى على محمد صلاح فخدها منه بسهولة لغم انه أفشا لو لف الناحة تانية توديت المدافع كمان وديته في حتة تانية هلقى مساحة وهلقى حد فاضي طب النهاردة لعبة في الجون لو بصيت هتلاقى لعبة غينيا مشغولين جدا بمحمد صلاح فين في التمنتاشر ومصطفى محمد فاضي ما معهوش حد جاتلو الكورة لطش جون يعني يا جماعة لازم نشغل ده شوية احنا لعبة مصر مش مشغلين ده لأهم مركزين جدا جدا في اسلوب لعبهم ان انا لازم انهي عند محمد صلاح لأ مش لازم انهي عند محمد صلاح يا ليه تانهي ده انا ببدأ عند محمد صلاح افجأة مش بكلمة مبردي بس والله ده انا حتى قلت كل المدربين اللي قلنا وانا متأكد ان المدربين بيقولوا الكلام اللي حراك بتقولوا ده يعني اكيد المدرب بيقولوا سين محمد صلاح وتعالى نشتغل لحتة تانية اللعب بشجل تلكها زي ما كنا بنلعب في الشرق زمان بنشوف مين الحرب بنديلو الكورة عشان نقولها يتصرف بس كان ده ينفعش في الكورة الحقيقة زائد نقطة تانية برضو الناس بتقرن الحتة دي شوف الكسافة الهجومية بتاعت ليفربول مع محمد صلاح عاملة ازاي عدد اللعيبة اللي بتخش 18 واللي بتعمل الهجمات ده انت بتلاقي الدفندر هندرسون بيلعب في ظهر محمد صلاح وجانبه بيعمل كروسات بس لمحمد صلاح بتلاقي ألكساندر أرنورد ده قدام خالص بتلاقي مش عارف رو بيرسون قدام بتلاقي 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 عدد كبير جدا من اللعيبة جواهة 18 احنا عندنا في شغل محمد صلاح في طريقة 4-3-3 بيبقى محمد صلاح بس والف 18 ومرموش بره وتيزيزو كان بره النهاردة التريزيجيه كان بره النهاردة لما كان بيلعب لا في عدد قليل جدا في قردي محمد صلاح بيبقى وسط 3-4 مدفعين